أعودت ولدي على الصدقة فصار يحثني عليها قصة قصيرة واقعية تبين أن ما يغرسه الآباء في نفوس أبنائهم سرعان ما تظهر ثمرته فيهم وكثيرة هي العبادات التي ينبغي أن يتعلمها الطفل منذ صغره ليعتاد عليها ويحسن القيام بها ومنها الإنفاق في الخير وحب الصدقة وهناك العديد من الخطوات التي يمكن من خلالها غرس حب الصدقة لدى الأبناء وتحفيزهم عليها منها ذكر الآيات والأحاديث التي ترغب في الصدقة وتبين عظيم فضلها سرد القصص النبوي عن المتصدقين الأوائل بطريقة شائقة وممتعة تلقين الأبناء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جود وحب للإنفاق في سبيل الله تعالى إبراز نماذج معاصرة من شخصيات تحرص على البذل والعطاء وإعانة المحتاجين التعليم بالقدوة من خلال بذل الآباء لصدقاتهم أمام أبنائهم التطبيق العملي عبر تشجيع الأولاد على إعطاء المال للفقراء بأنفسهم وليحرص الوالدان على أن يستقر في يقين أبنائهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة سوف تطبيق العملي